من جانبهم أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن الأعياد الوطنية معاهد لتجديد العهد وتقوية أواصر الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي مضيفين أن سلطة التشريعية ملتزمة بالتكلفات تجاه أبناء الوطن لتحقيق ما يطمحون إليه من غايات على جميع المستويات بمناسبة العيد الوطني المجيد نرفع اسماعات التهاني والتبركات للقيادة السياسية والشعب البحرين بهذه المناسبة السعيدة المناسبة التي تعني الكثير للشعب البحريني العيد الوطني هو رمز لديمومة واستمرارية هذا البلد وحضارته وتاريخه العريق وبالتالي نحن نحتفل مع شعب البحرين وقيادته السياسية بهذه المناسبة كما لا يفوتنا أيضا أن نؤكد على مباركتنا واحتفالنا أيضا بيوم الشرطة البحرينية للشرطة من دور أساسي في قيادة الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان في البحرين البحرين تمر بأفراح وتمر بأعياد جميلة وعزيزة على قلب كل مواطن بحريني ألو هو اليوم البطني وبهذه المناسبة حقيقة أنا أنتهز الفرصة لتقديم خالص التهاني والتبركات للمقام السامي جاءت الملك الله يحفظ ويرعاه قائد هذه المسيرة وقائد مشروع الإصلاحي وإلى اسمه ولي عهد رئيس الوزراء وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبات وهذه المناسبة حقيقة يعني عزيزة على قلب كل مواطن بحريني نحن نترقبها سنويا والبحرين الحمد لله في تطور في ازدهار وفي نماء في ظل القيادة الحكيمة لجاعة الملك نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مغام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل بلاد مفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السوم الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد كما أن شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة الوطنية على قلوب الجميع مستذكرين في هذه الأعياد التقدم الذي يشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة بفضل من الله سبحانه وتعالى ومشروع الاصلاح لسيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه